السلام عليكم أبطال جونيور فور معنا دلوقتي الليسون ثري درس التالت في يونت فايف ومش حقل بالصفحة دلوقتي ومش حورليكم الدرس عبارة عن ايه دلوقتي خليها سوربرايز هندخل على الفوكابوليري وبعد كده نشوف الدرس القراءة بتاعنا طيب نبدأ بي كميونيتي كميونيتي يعني مجتمع مجموعة الناس اللي عايشين مع بعض في مكان معين اسمهم كميونيتي سكيلز سكيلز يعني مهارات المهارات اللي عند الانسان مثلا لو حد بيعرف حد بيعرف يلعب كورة مثلا عنده سكيلز عنده مهارات بيعرف يلعبها كويس هيلب هيلب يعني يساعد ريبير شعب ريبير شعب ريبير يعني يصلح وشعب يعني محل يعني ايه محل يصلح لا هو يقصد هنا ورشة او محل بتاعه اصلاحات وكي ورشة اصلاحات لوكل هوم لوكل هوم يعني منزل محلي منزل داخل المجينة يعني طرود بريدية زي ما قلنا لو انت مثلا عندك حاجة عايز توجيها لحد تاني برا البلد او برا المجينة اللي انت فيها فبتلفها كده لفها كويسة وبتحطها مثلا جوه صندوق وتجيها للمكان وتقوله لو سمحت وصل لي الباكيج دي لفلان الفلاني في الحتة الفلانية اوكي يبقى باكيج يعني طرد عبارة عن صندوق جوه حاجات وبتوصل من مكان لمكان تاني بزنسز بزنسز يعني مؤسسات تجارية يعني مؤسسات يعني مثلا شركات اعمال محلات كل اسمهم بزنسز اوكي اي حاجة الهدف منها العمل او ان هي ايه تعمل فلوس بورينج بورينج يعني ممل بورينج عكسها انترستين انترستين يعني مشوق ديفرنت ديفرنت يعني مختلف امبورتنت امبورتنت يعني مهم فيل فيل يعني يشعر او يحس لترز لترز يعني خطابات او جوابات بصوا بقى كلمة دي ادفانتج ادفانتج يعني ميزة اسمها ايه ادفانتج طب جامعها ادفانتجز اوكي عكسها ديس ادفانتج ديس ادفانتج يعني عيب او جامعها ديس ادفانتجز اوكي ايه بقى المزاو العيوب امت مسلا ما تيجي ايه عايز تشتري حاجة مسلا تشتري عربية او عايز تشتري تليفون فمثلا ايه فيه نوع بتسأل على المزايا والعيوب بتاعته الحاجات الحلوة والحاجات الوحشة مثلا ممكن يقولك ايه اه والله التليفون ده المزايا اللي فيه مثلا انه هو بيصور كويس انه هو فيه مساحة كبيرة العيوب بتاعته انه هو مسلا سعره غالي اوي وهكذا يبقى كل حاجة بنجيبها لها يعني مزايا يعني عيوب هارد هاتس هارد هاتس يعني قبعات او الطوائي هات يعني طائية وهارد ما يقصدش بيها هنا صعبة يقصد بيها صلبة يعني نشفة يعني قوية يبقى هارد هات يعني قبعة صلبة اللي هي بتبقى لونها اصفر دي وبيلبسوها المهندسين مثلا وهم بيشتغلوا في المصانع او حاك كده عشان لو لقدر الله حاجة وقعت ما تقزيش دماغهم لا يبقى فيه حاجة حمية رأسهم يعني أدوات او معدات يعني شاحنة صغيرة يعني أدوات اللي جي متقررة كلمة جي متقررة هنا workers يعني عمال تعالوا دلوقتي ندخل على الدرس بتاعنا اللي هو موضوع reading القراءة بيقول لي workers يعني العمال in our community العمال في المجتمع بتاعنا بيقول لي ويو لايك دو يعني هل يو أنت لايك تحب هل أنت تحب helping people helping يعني مساعدة وpeople الناس هل أنت تحب مساعدة الناس بيقول لي إيه in our community يعني في our community مجتمعنا we can نحن نستطيع أو إحنا نقدر all كلنا help نساعد each other ناخد بالنا من الكلمة each other يعني أحدنا الآخر يعني أحدنا الآخر يعني بعض يعني نقدر نساعد بعضنا تمام many الكثير of the people many الكثير من الناس around يعني حول around us حولنا have لديهم أو عندهم special skills skills يعني مهارات بيعرفوا يعملوا حاجات وspecial يعني مميزة يبقى كتير أو من الناس اللي حوالينا عندهم special skills يعني مهارات مميزة to help us إن هما يساعدونا نكتب بس كلمة skills يعني مهارات الكلمة جيدة علينا وبعد كده بيقولك together يعني سوى أو مع بعض we نحن help نساعد each other نساعد كلنا الآخر نساعد بعضنا and و make نجعل our city make نجعل أو نخلي our city مدينتنا or village أو قريطنا إيه بقى نخليها إيه a nicer place nice يعني لطيف nicer يعني ألطف وplace نخليها مكان ألطف to live نحن نعيش فيه طب إزاي قال لي for example على سبيل المثال for example يعني على سبيل المثال a bus driver سائق الأوتوبيس ماله helps بيساعد a builder builder اللي هو عامل البناء يبقى سواء الأوتوبيس بيساعد عمل البناء بيساعده ازاي to get to work إن هو يصل get to يعني يصل إلى to work العمل بتاعه ويبقى كده لا أحد هو اللي هو عامل بناء لا أحد يوصله صح والله غلط جميل when يعني عندما the bus breaks the bus اللي هو الأوتوبيس لما الأوتوبيس breaks يعني يتعطل break يتعطل ايه بقى اللي بيحصل the bus driver سائق الأوتوبيس needs يحتاج the mechanic الميكانيكي to fix عشان يصلح fix يعني يصلح the bus الأوتوبيس اوه يبقى كلهم بيساعدوا بعض صح الغالط طبعا all جميع أو كل the local homes local homes اللي هي البيوت اللي في المكان البيوت اللي في المجينة and businesses والمؤسسات التجارية أو الأعمال أو المحلات need بيحتاجوا a mail carrier اللي هو ايه اللي هو ساعي البريد طب بيحتاجوا لي to deliver عشان يوصل the packages اللي هي الطرود البريدية الطرود البريدية شايفين كله بيساعد بعضه زي and letters والخطابات we all احنا كلنا need بنحتاج the garbage collector جامع القمامة عمه اللي بيلم القمامة to take away عشان يأخذ بعيدا our garbage القمامة اللي احنا بنطلعها and و keep نبقي او نحافظ على our streets شوارعنا clean نظيفة يبقى طبعا عمه ده بيساعدنا جدا 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 we can احنا نقدر all كلنا help help يعني نساعد each other احدنا الايه احدنا الاخر يعني نساعد بعض ده اللي هو يقصده it's the right thing يعني بيقولك ايه يعتبر هذا هو الشيء الصحيح to do ان احنا نعمله and ان احنا نساعد بعض يعني and it makes هذا يجعلك يجعلك ايه makes you يجعلك feel good feel good يعني تشعر بخير لما ايه لما انت تساعد غيرك وغيرك يساعدك this can make you feel good هذا ممكن ان يجعلك تشعر ايه تشعر بخير او تحس ان انت مبسوط لما انت تساعد غيرك وتحس ان الاخرين بيساعدوك we all احنا كلنا like بنحب different things اشياء مختلفة اشياء ايه اشياء مختلفة some jobs بعض الوظائف jobs يعني الوظائف بعض الوظائف مالها are interesting تكون مشوقة for some people لبعض الناس but ولكن they are هم يكون boring boring يعني مملي for other people لناس تانين all the jobs هو يقصد هنا ايه يا شباب يقصد ان انت ممكن تكون شايف وظيفة لا الوظيفة دي مملة بس شايف وظيفة تانية مشوقة غيرك ممكن يكون شايف الوظيفة اللي انت شايف ها مملة يكون شايف هو مشوقة وشايف الوظيفة اللي انت بتعملها لأ دي مملة طيب بس في النهاية كل وظيفة تعتبر مهمة ولا لأ طبعا تعتبر مهمة يعني انت ممكن تكون شايف ان وظيفة الطبيب مشوقة وشايف وظيفة المهندس لا مملة المهندس ممكن يكون شايف وظيفة الطبيب مملة وشايف وظيفة الهندسة مشوقة صحي كده ولا غلط طيب بس الطبيب برضو محتاجه والطبيب برضو محتاج المهندس وهكذا نفس الكلام بالنسبة للميكانيك وبالنسبة للبيلدر وبالنسبة للبناء كل الوظائف تعتبر بتكمل بعض ومهمين لبعض كل الوظائف يكونوا مهم جدا مهم جدا صح والله غلط عايزك لو انت شايف ان كل الوظائف مهمة اكتب ده في كومنت لو شايف غير كده قولي برضو اكتب لي ده في كومنت والناقش الكلام ده مع بعض وحنقف لغاية هنا وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هندخل على درسي اعتبر جرامر مشوك جدا ومهمة اوي اوي لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير للفيديو مع اصدقائك ولو لسه مشتركتش في القناة على اليوتيوب اعمل سابسكرايب واشترك علشان توصلك كل الفيديوهات اللي بنعملها واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي وسلام اعمل 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 شكرا